لن نقبل من يفرث صايا علينا هي الحقيقة إذن تلك التي حاول البعض إخفاءها عما يجري في عدن تحت شعارات مراوغة لم تكن تخفي سوى ما كشف عنه محافظها الجديد الأكثر صراحة وجرأة وإخلاصا تتعرض موارد المحافظة لإهدار ممنهج وتستهدف كعاصمة مؤقتة كما تستهدف مؤسساتها المالية والخدمية 500 ألف ريال فقط بينما الضريبة تقديريا عملناها ممكن كانت تصل إلى مليار و 400 مليون سنويا على الأقل إذن هذا الفاقد المفزع وعلى وقع هذه التحديات عقد المجلس التنفيذي لمحافظة عدن اجتماعه بحضور رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبد بن دغر بحثا عن طرق ممكنة لمغادرة الوضع البائس لمدينة تستند إلى مضي تليد من المجد في حضرة رئيس الوزراء تحدث المحافظ عبد العزيز المفلحي دون تحفظ وكشف عن حجم المخاطر الهائلة التي كادت أن تمزق ما تبقى من اللحمة الوطنية في عدن وضوح في الطرحة لم يبقى مجالا لإخفاء الحقائق على مرارتها فهذه المحافظة تحتاج إلى تنسيق واضح وشفاف مع التحالف العربي كما طرح المحافظ المفلحي ونعزز وحدتنا الداخلية لأنه إذا ما احتربنا فقسما لن يكون المنتصر إلا العدو وبهزيمتنا لا يعتقد التحالف أنه سيكون بعيدا سينهزم معنا بعد ثلاثة محافظين قتل بعضهم وبعضهم استقال والبعض الآخر أقيل وذلك خلال فترة قصيرة يأتي المحافظ عبد العز المفلحي محملا بالآمال العراض بشأن مستقبل عدن يراهن العدنيون في مرحلة كهذه على المفلحي القادم من بيت خبرة إدارية واقتصادية وصاحب السجل الحافل بالنضال الوطني والعمل السياسي وصاحب الأفق الوطني الواسع لانتشال مدينتهم من انكسار تاريخي شامل عانت منه لأكثر من أربعة عقود من الزمن عدن قاب قوسين أو أدنى من مغادرة أزماتها متعددة الأبعاد ذاك ما أكدته تعهدات المحافظ الجديد وثقته الكبيرة بالمستقبل لكن الأمر لا يتعلق بحسن نوايا شخص بعينه بل الالتزام من قبل الجميع بما لا يقبل أي تفسير آخر تجاه عدن واليمن ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة